اشتركوا في القناة من دروس مجد الرياضيات درسوان اليوم بعنوان القسمة بالتوزيع الوحدة التاسعة وضع الاب بستة علام على محمد الفاطمة بالتساوي فكاننا نصيب كل منهم قبل ما نوزع يا ابطال عايز اكتغرف ان القسمة هي عملية توزيع بالتساوي لابد ان الاثنين ياخدوا add بعض في عندي بعض الاشياء موجودة عندنا يعني مثلا لو قلنا الستة طبعا دي عدد كل الاعلام الموجودة عندنا وهي قود الاعراصل الموجودة طبعا عندي فيه عملية القسمة رمز عملية القسمة اللي هو برمزه برمز ده شرطة نقطة فوق نقطة تحت اسمها عملية القسمة دي قسمة تمام؟ طيب لما قسم على اتنين الاثنين دلول هم الشخصين محمد و فاطمة هيتطلع لكم يا ابطال؟ ثلاثة وثلاثة ديت اللي هي ايه ابطال؟ نصيب كل فرض لعادة العناصر في المجموعة الايه؟ الواحدة طبعا دي كلها بتسمى عبارة القسمة دي لستة تقسيم اتنين بتنطقها كده ستة تقسيم اتنين او ستة على اتنين تقسيم او علم اكمل مستعينا بالصورة علم طبعا احنا قلنا ابن الستة تقسيم اتنين هتساوي تلاتة هنا لاربعة لما نحب نوزعهم على محمد و فاطمة كل واحد ياخد كم لو حطنا هنا واحد نعطيها واحدة هو ياخد واحدة وهي تاخد واحدة كل واحد اخد كمية طال كل واحد ياخد اتنين باربع تقسيم اتنين هتساوي اتنين هنا مجموعة من القائل الشوكولاتة موجودة عن امامي كلهم تمانية عادي بينا نوزعهم عليهم الاتنين كل واحدة هياخد اربع يعني تمانية على اتنين هتساوي اربع اوجد ناتج القسمة طبعا يا احباي عندي مجموعة من الاقلام يراد توزحها في خمسة من العلب او خمسة من المحافظ ما نقول عشرة تقسيم خمسة نضع في كل واحدة كم اتنين ايضا عندي مجموعة من الفكهات تفاح كلهم اتنشر يراد توزيعهم في ثلاثة من السلال طبعا نضع في كل واحدة كم يا بطل كل واحدة كل واحدة اربعة اربعة يبقى اتناشر تقسيم ثلاثة هتساوي اربعة اكتب عبارة القسمة المناسبة عندي مجموعة من الشوكولات يراد توزحها في اربع علب هنقدم كلهم اتنين اربعة ستة تمانية يبقى تمانية تقسيم اربعة نضع في كل واحدة اتنين بالتساوي مثلهم اخر عندي مجموعة من الاعلام يراد توزيحها على شخصين يدهم الاول اتنين اربعة ستة تمانية عشرة يبقى عشرة من الاعلام هنوزحهم على الشخصين فكل واحد هياخد خمسة بإذن عشرة تقسيم اتنين هتساوي خمسة او عشرة على اتنين هتساوي خمسة وضح بالرسم ستة على ستة سمكتب النتج هنرسم ستة اي رسمة في بالك يمكن نرسم ستة نجوم بعد نرسم ستة دوائر ونبدأ نوزع الستة على الستة الدي الاول انا نوضع فيها واحد وهكذا في التانية نفس واحد برضو وزعهم بالتساوي كل دائرة واحد اذا كده قسمنا كامل الباطل ستة على ستة يبقى كل واحد ياخد كامل واحد اكتب اعبارة القسمة المناسبة عندك مجموعة من النقود عايزين نوزعها بالتساوي على الاربع حصالات طبعا هم كلهم اربعة يبقى اتناشر بتقسيم اربعة نبدأ نوزع نضع في كل حصالة واحدة ونقرر نفس العملية وهكذا اذا في كل حصالة يوجد كامل ابطال تلاتة يبقى اتناشر تقسيم اربعة تساوي تلاتة مجموعة تانية عندي تسعة من الظهور عايزين نقسمها في تلاتة من الفازات نبدأ نقول تسعة تقسيم تلاتة نبدأ نوزع نوضع في كل فازة واحدة التانية وردة وهكذا نقرر العملية نوزع بالتساوي سأتخذ واحدة اذا تسعة تقسيم تلاتة تساوي تلاتة الى هنا احبائي اخونا قد انهينا درسنا لهذا اليوم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة